عايزة روحي لحاجة تانية برضو هتكلم فيها سريعاً بدون الدخول في تفاصيل وبدون إسقاط على أي حد مبارح فيه الكواليس كده داخل مجلس إدارة اتحاد الكورة فيه استقرار كده أو فيه اتجاه لإلغاء مسابقة كاس مصر الموسم اللي فات طبعاً شفنا تأجيل في تأجيل والموسم اللي فات هو اللي بطلطو عايزين يلغواه طيب فيه سؤال بسيط بس يعني اسمحولي بس اسأله هل من المنطقي إن فريق زي الزمالك وصل للدور قبل النهائي عنده ماتش مع أسوان لو كذبه يلعب على البطولة وعنده فرصة إنه يبقى بطل الدوري والكاس للمرة الرابعة في تاريخه طيب إنت المفروض تحترم حقه الطبيعي جداً في ده هل من المنطقي إنه مقدرش أوفر مواعيد لتلات ماتشوط ده كل الحكاية تلات ماتشوط ده فيه يعني موسم إحنا كملنا فيه أكتر من مئة مباراة وكل الناس كانت مصممة إنه هو يكمل ويكمل فده تلات ماتشوط إحنا مش قادرين ننظم تلات ماتشوط يتعمله وننهي بطولة بطولة كبيرة بطولة الناس كلها بتستنيها بطولة رسمية يعني الناحية التانية برضو الأهلي وبيراميدز ده يعني برضو هتبقى مواجهة اللي يكسب في المباراة دي وبرضو حقه إنه هو يكسب ويلعب على بطولة يعني ولا بالمنطق ولا بالعقب إنه سهل جداً كده ألغ بطولة كبيرة جداً ليها تاريخ كبير جداً وإن اخترع بطولة اسمها كاس الربطة كلها طبعاً مبارياتها وكلها فيها استفادات لبعض الأندية لكن أنا عارف إن اللجنة المعينة السابقة في اتحاد الكورة هي اللي كانت في الاتجاه ده إن هي ما تكملش الكاس لكن طبعاً اللي احنا شايفينه دلوقتي من ربطة الأندية المحترفة برئاسة طبعاً المحترم النائب أحمد دياب بيسعوا لأنهم يعملوا حاجات إيجابية يعني أنت حاولت ترجع الجمهور دي حاجة عظيمة جداً حاولت تعمل بطولة زي كاس الربطة صحيحة يا بطولة ودية كنت ممكن تستغل للوقت ده في إن أنت تكمل كاس مصر بتاع السنة اللي فاتت المفروض أنت خلاص أنت ماشي في الصح كوادر كلها الشابة وكوادر كلها عايزة تعمل حاجة جديدة عايزة أقدارة مختلفة وزي ما احنا شايفين كل الخطوات بتاعتهم إحنا بنبصن بالعشر أن هي خطوات كلها إيجابية أنت رجعت الجمهور أنت بتحاول تعمل شكل أكبر بس تلفزيوني ولا أروع ما تخافش بقى من أي حد كمل تلات مطشوات هيتلعبوا في كاس مصر بتاع الموسم اللي فات كملهم زي ما سقفنالك في كل الحاجات اللي أنت عملتها في شكل حضاري ورقي نتمنى أن احنا نكمل البطولة بتاع كاس مصر السنة اللي فاتت لأن هي هي دي بقى الفريقة ما فيش حسابات لحد في بطولة ما تكملتش هنكملها طالما أنت جاي وعندك الدفع أن أنت تغير في كل حاجة سلبية وإحنا شايفين دا ولمسينه في عودة الجماهير في البس التلفزيوني في حاجات كتير جدا أتمنى إن شاء الله نكمل القصة والإيجابيات اللي حصلة من ربطة الأندية بأن احنا نكمل التلات مطشوات بتوقع كاس مصر للموسم اللي فات دي كانت رسالة مهمة وحابب أوضح